ما يزال الفرنسي ألان روبرت يطمح إلى تسلق المزيد من الأبراج الشاهقة حول العالم من رغم من تخطيه سن الخامسة والخمسين عاماً وفي آخر محاولة تسلق استطاع روبرت صعود أطول أبراج العاصمة باريس وذلك بعد تخطيه التحصينات الأمنية المحيطة بالموقع وبذلك يكون الرجل العنكبوت قد حقق رقماً غير مسبوك في عدد ناطحات الصحاب التي تسلقها جزئياً أو كلياً والذي يقدر بمئة وخمسين